السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم اصحابي حبايب اعملين ايه اتمنى تكونوا بخير نهو دا ان شاء الله هنقدم بندانة جميلة جدا حلوة تقدري تعمليها للصيف والشتاء حسب الخط المستخدم ممكن بخط صوف للشتاء خط قطن للصيف تعملها للكبار والصغار هي سهلة جدا اتمنى تعجبكم ويلا بينا نبدأ على بركة الله تعالين نشوف الخامات اللي هنشغل بها انا هنشغل بخطة الازي اكسرا الخطة بيختار عليها لابرة رقم من اتنين لاربعة فانا هنشغل بابرة رقم اربعة اكبر مقاس انت تقدري تشغل باي خيوط متوسطة السماكة اللي هنشغل بابرة رقم اربعة ويلا بينا نبدأ على بركة الله نبدأ شغلنا هبدأ ان انا نجيب الخيط وقلبه حلقة كده سما انت شايفة بسيطة خالص وبعدين هدخل جوا الحلقة واصحب الخيط كده عملنا افسط حلقة هبدأ اشتغل عدد السلاسل بتاعتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر يبقى بنشغل اربعتاشر زائد تلاتة واحد اتنين تلاتة بعدين هلف الخيط وهدخل في واحد اتنين تلاتة الحلقة الرابعة ويبقى كده ده بالنسبة لي تاني عمود وبعدين بعدها في الحلقة اللي بعدها العمود التالت العمود الرابع بعد كده الخامس العمود السادس كده العمود السابع التامن العمود التاسع العاشر حداشر كده العمود الاتناشر التارتاشر الاربعتاشر الخمسطاشر خمسطاشر ليه؟ لان التلاتة الاولين اللي ارتفع انا عملت اربعتاشر غرزة والتلاتة الاولين عمود ويبقى كده خمسطاشر غرزة بعد كده نبدأ السطر التاني هرتفع واحد اتنين تلاتة هلف الشغل هلف الخطة على الابرة التلاتة دول بتوع الغرزة الاولى هسيبي الغرزة التانية واروح للغرزة التالتة عشان اعمل فيها بف ربعية ادي اول مرة وبعدين المرة التانية كده تالت مرة رابع مرة هم حاجة وانا بشد ايتي سندة الخيوط اللي انا شدها وزا ما انتي شايفة احزز الخيط عشان ايه تطلع البفة عندي ومتساوية هسحب من كله معادة الغرزة الاولى اللي كانت معايا وبعد كده هسحب الاتنين هعمل غرزة السلسلة وهرجع الف في نفس الغرزة اعمل بف ربعية تانية ادي اول مرة واوزن على البفة جيد وبعدين التانية التالتة وبعدين كده رابع مرة وبعدين اسحبهم كلهم معادة الحلقة الاولى اللي كانت على الابرة وبعدين نقفل عليه بعد كده هعمل غرزة هلف الخيطة على الابرة هسيب غرزة وارح اللي بعدها اعمل عمود بلفة الاول وبعدين التاني التالت الرابع هيبقى العمود الخامس السادس كده السابع باقي عندي واحد اتنين تلاتة اخر حاجة اربعة هعمل غرزة السلسلة هسيب غرزة وارح الغرزة اللي بعدها هعمل البفة الربعية اتنين اتنين تلاتة اربعة واسحبهم كلهم ما عادة الحلقة الاولى وبعدين نقفل عليهم غرزة السلسلة هرجع تاني اعمل في نفس المكان بفة تانية واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين زي ما قلتليك اتأكد ان الخيط قد بعض واسحبهم كلهم ما عادة الحلقة الاولى وبعدين نقفل عليهم غرزة السلسلة وهروح العمود الاول اللي هو عمود الارتفاع هعمل فيه عمود كده خلصنا الراوند التاني نعمل السطر التالت او راوند التالت هرتفع غرزة هلف الشغل هروح على الفيستش ديات اللي هي عندي البف فيستش اول غرزة من البفة هسيب اللي كانت هنا واروح للغرزة دي هعمل غرزة حشو وفي المنتصف غرزة حشو وعلى البفة التانية غرزة حشو كده تالت غرزة حشو وبعدين الغرزة اللي كنت سايبها هنا كده رابع غرزة حشو لانهما تحت هنا كانوا اربعة فانا كده رجعتهم لاصلهم اربعة بعد كده هروح للسبعة دول هاخد الاولى اعمل غرزة حشو بعد كده هعمل عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة العشرة دول قد المكان اللي انا فيه دوات هنا هلف الخيط هسيب الاولى وهدخل فيه التانية اصحب غرزة وسبعة الابرة في التالتة اصحب غرزة وسبعة الابرة الرابعة برضو هسحب غرزة وسبعة الابرة الخمسة غرزة وسبعة الابرة الستة السبعة كده التمنة التسعة كده الغرزة الايه العشرة نعدهم على الابرة اهو اتنين اربعة ستة تمانية عشرة هسحب الاولى هلف واسحب الاولى فقط بعد كده هسحب من اتنين هلف واسحب من اتنين برضو من اتنين كذلك برضو هلف واسحب من اتنين شبه الكروشي التونسي هسحب من اتنين برضو هلف واسحب من اتنين هلف واسحب من اتنين برضو هلف الخيط واسحب من اتنين وارجع اصحب من اخر اتنين الغرزة دي اشدها وبعدين اجي على الغرزة السلاسل من هنا الغرزة الاولى ادخل فيه الغرزة الاولى دخلت فيها هروح صحب الحلقة اللي انا كنت سيبها فوق تمام بعد كده هروح على آخر غرزة من السبعة دول هعمل غرزة حشو هتبقى بالشكل ده بعد كده هاجي هنا غرزة حشو في البف الأولى غرزة حشو في المنتصف ما بين البفين غرزة حشو البف الثانية غرزة حشو وبعدين في الآخر خالص عند غرزة العمود هعمل برضو غرزة حشو عشان هنا كنا عملنا غرزة ارتفاع هرتفع واحد اتنين تلاتة هلف الشغل وهلف الخطع الابرة هروح على ما بين البفين الفي ستش بتاعت البف في النص كده هعمل اول بف واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين اصحابهم كلهم معادة الحلقة الاولى واسحاب الاتنين غرزة السلسلة هلف الخط وازق البف دي وارجعهم البف ثانية هدي واحد اتنين كده تلاتة اربعة وبعدين هصحابهم كلهم معادة الاولى وبعدين اصحاب الاتنين وبعدين غرزة السلسلة وبعدين الف الخطع الابرة وعدنا السبع عمدة دول هتنجي كده قدام هتزبت دلوقتي هاخد العمود الاول اللي كنا عاملينه حشو اللي ايه الغرزة دي هاتي العمود الاول وبعدين التاني العمود التالت الرابع الخامس العمود السادس وبعدين العمود السابع اللي هو الاخير بعد كده زي ما عملنا هنا هنعمل هنا غرزة السلسلة هلف الخيط وهروح ما بين البفين ولو هم متركبين على بعض ارصهم هاخد اول مرة في البف الاولى وحاول هنا وانا باخدها ارصها عشان هنا مش سلاسل هنا في حشو فهتبقى دخينة صعب ان انت زوقيها بعد ما تشغليها فارصيها وانت بتشغليها ده اول مرة التانية التالتة الرابعة هصحبهم كلهم معدل غرزة الاولى اللي كانت معايا على الابرة اتأكد ان انا صحبة الخيط بتاعي وبعدين ما صحبتش حاجة تانية هقفل عليهم بعد كده غرزة السلسلة هنف الخيط وانزل اعمل البف التانية واحد اتنين ثلاثة ثلاثة حليف الخيط هروح على غرزة البف الاولى هعمل حشوة في المنتصف حشو كده الحشوة التانية في البف التانية الحشوة التالتة هنا في ما بين البف والسبع عمدة الحشوة الرابعة وبعد كده هاجي العمود الاول اعمل حشو وقلنا بنعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هاخد السلاسل دي هسيب الاولى معنا حلقتها هيك وهروح للتانية هسحب حلقة والتالتة الحلقة التالتة وبعد هنا الرابعة الخمسة كده الستة السبعة التامنة كده التسعة كده الغرزة العشرة بنسحب من الاولى فقط وبعد كده بنسحب دايما من اتنين 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 الف الخيط على الابرة واسحب من اتنين كزلك برضو من اتنين دايما كده من اتنين دي غرزة الضهر فيه الكرشيط التونسي الرجوع دايما بالشكل ده كنت عملتلكم حلقات للكرشيط التونسي هحطو الكرابط بتاعي في صندوق الوصل وبعد كده اتنين هاسحب الخيط لفوق عشان مايروحش مني واجي الغرزة الاولى اهي هدخل فيها واسحب الحلقة اللي انا ستها اضيقها كده على قد طول المسافة وبعد هنا اصحبها لما سحبتها اهيت اضبطها بالشكل دوت كده وبعد هنا اروح على العمود السابع اعمل غرزة حشو طبعا دي هتحتاج انها تتكوي مننا عشان تتزبط يعني ان احنا نكوي الشغل اهي طبعا معك تقرار ان انت هتشغل يا كل مرة هتزبط معيك اهي تعالي نكمل عملنا غرزة هنا هنبدأ في المسافة نعمل غرزة حشو الاولى وبعدين في البف التانية في المسافة بين البفين التالتة وبعدين الرابعة بتاعتنا في غرزة البف وبعد كده غرزة الارتفاع نعملها في عمود الارتفاع هارتفع واحد اتنين تلاتة هكرر لك تاني تكرار تاني هلف الخيط هروح على ما بين البف ايه ايه دي اول عمود اول مرة التانية التالتة الرابعة هاخد هاخد العمود الاول من السبعة العمود العمود الثاني التالت الرابع الخامس السادس العمود السابع غرزة غرز السلسلة هروح ما بين البفين اعمل بفين اجي ايه العمود الاول التاني التالت الرابع واسحبهم كلهم معده الاولى وبعدين اسحب الاتنين غرز السلسلة ارجع اعمل بف تانية اجي واحد اتنين ثلاثة اربعة هاسحبهم كلهم معده الاولى هقفل عليهم وبعدين غرز السلسلة وبعدين اروح اعمل في غرزة الحشو الاولى عمود اللي هو ببقى عمود الارتفاع اجي ايه العمود هارتفع غرزة ولف الشغل عشان اعمل نفس الكلام هروح على البف الاولى هعمل حشو ما بينهم حشو البف التانية حشو المسافة اللي بعد البف التانية حشو العمود الاول حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هاسيب الاولى واخد التانية واسحبها وبعدين التالتة الربعة كده الخمسة الستة السبعة كده التامنا التسعة العشرة هاسحب من اول غرزة واحدة فقط في الاول وبعد كده من اتنين انا كده بقرلك التكرار التالت وبعد كده من اتنين من اتنين من اتنين من اتنين 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 اصحبنا من واحدة بس ايوها اتنين 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 هاسحب دي فوق واجي لغرزة الاولى اللي اعينة اتنين ادخل فيها واسحب الحلقة اللي انا كنت سايباها واعملها على قدهم بعد ما خلصنا خلاص اخر اتنين نبدأ بقى ان يجي هنا عند العمود السابع نقفل بحشر بصة انا ما اهتمتش ان انا اصبطها انا سبتها لان انا لما ارجع اعمل سطر الاعمدة هيها تصبط نفسها وبعد كده هروع على الفراغ دي اعمل حشوة وبعدين في غرزة البفة حشوة وما بين البفين حشوة وغرزة البفة التانية حشوة وبعدين في عمود الارتفاع باعمل برضو حشوة في الغرزة الثالثة من الارتفاع حشوة بعد كده واحد اتنين تلاتة ورفي برضو اعمل نفس الكلام هادي هنا ما بين البفين باعمل البفة الاولى كده تاني تالت كده رابع. وبعدين اصحابهم كلهم معدة الاولى. واقفل على الاتنين. غرز السلسلة. انا بس عايزة ووريك اني انا ايه? هتتعادل لوقتي الواحدة. وبعدين هنا ادي واحد. اتنين. تلاتة. كده اربعة. وبعدين اصحابهم كلهم. ما عدن فقدما كانت الاولى. وبعد كده قفل على الاتنين. بعد كده غرز السلسلة. بعد كده هروح على طول. بص اي انا هرميها بردو من غير مزبطة. هرميها ورا يعي شايفه? اهي انا ليس جوابين هاجي على العمود الاول هعمل ايه عمود وبعدين على العمود التاني التالت كده الرابع الرابع كده العمود الخامس السادس كده العمود الايه السابع اللي هو الاخير اللي هو عندي ايه اخيرها وبعد كده بنعمل غرزة السلسلة عشان نروح نعمل ايه البفات التانية ونكمل وهكذا اللي عايز اقولولك انها بص شايفة هي رمت نفسها وزبطت نفسها وطبعا انت ممكن في الاخر بمكوى خفيفة بمكوى خفيفة من على الضهر او من هنا او بفضرة تحطي فضرة رسيهم كده زمان رسهم كده وتدوس يعانيهم بالايه بالمكوى دوس مش رايح جاي دوس بالمكوى انا هكمل كده لحد دوراني راسي خلصت البندانة بتاعتي بالطول اللي انا عايزها انا عملتها على راسي شدتها كده لاني طبعا لازم تقسيها وهي مجدودة كده مش هي مرخية عشان تبقى مسكة على الراس لان لو هي مرخية مش هتبقى مظبوطة فلما شدتها كده هي بالنسبة لي عاملة كده لما شدتها عاملة حوالي ايه خمسين سنتي وانا عايزها احبكى على راسي تمام اهو زمان شركة كده بصي طبعا انا مش قادرة اهو خمسين سنتي تمام ومن غير مكوية ولا حاجة هي ايه زبطت نفسها انت ممكن تبقى تعمليها كده اهو عشان تزبط كده همم شايف انا عملت فيها ايه اهي وبعدين ارجع تاني بقى ايه ازبطها بقى كده ايه خلاص من غير مكو من غير ايه حاجة عايزها تكويها انت حوضها هنبدأ نعمل السطر الاخير زي ما احنا كنا بدقين بقى عمدة فبرضو هنا هنهي بقى عمدة انا نهيت بالسطر اللي ببقى فيه البفة هرتفع واحد اتنين تلاتة وبعدين هاجي على غرصة البفة اعمل عمود مكان جي كان اربعة اجي كده التاني وبعدين في النص اعمل عمود كده التالت وبعدين مكان البفة التانية عمود كده الرابع كده عملنا اربعة الاولين هتناشى الغرزة دي وهعمل هنا فيه السبعة دول سبعة عشان ارجع العدد لقى الاصله تاني عشان يبقى معي خمستاشر عمود اربعة في الاول واربعة في الاخر وسبعة في المنتصف عايزة بقى تعمل لها زرار مفيش مشكلة تسيبيها كده وتركيبي في ناحية زرار وهنا كده كده ده بتفتح مفيش مشكلة تركيب لها زرار في الاول وفي زرار في الاخر مفيش مشكلة زرار في المنتصف مفيش مشكلة عايزة تعمل لها مبارها السلسلة وتربطيها برضو مفيش مشكلة انا الحقيقة مش هعمل لها دا ولا دا انا هقفلها زي الطائية كده على اساس النقيقة تبقى حبكة مش كل شوية افك واربط بتبقى ايه بتتهلك اكتر كده انا ايه اخلص السبعة دول وبعدين تلاشيت الغرزة عملت فوق البف وعملت في منتصف البف وعملت على البف التانية وبعدين على العمود الاخير هتعديهم هتلاقيهم 15 هموت كده خلصنا الشغل بتاعنا هبدأ بعد كده اقفلهم كده الوش للوش عشان انا عايزة هقفلهم مع بعض هدخل فيه الغرزة الاولى قصدها واسحب الخيط وبعدين اسحب هرجع تاني فيه الغرزة التانية والغرزة التانية هنا واسحب واسحب وبعدين اسحب كده منزلقة في الغرزة التالتة غرزة بسيطة خالص في العمود التالت كل غرزة قصد غرزة وبعدين العمود الرابع طبعا دي هي ايه؟ هنبقى نشطبها ليه غرزة البداية نلضم القبلة ونشطبها برضو هنا كل غرزة قصد التانية ومنزلقة غرزة بسيطة جدا هي مش هتبان وهتبقى تحت الشعر من تحت اهو الغرزة التانية وسطها هكمل السطر بقى كله كده منزلقات كل عمود قصد اخوه العمود التانية بدخل فيهم كده وبعدين بس اهو شايفة انا طلعت من الاثنين وبعدين من الغرزة اهو من غير ايه؟ انا بس بعملها واحدة واحدة قدامك عشان تعرفي انا عملت ايه؟ اهو العمود قصد العمود هسحبه بعدين هسحب نفس الكلام هخلصه من الغاية الاخر خلص كل المزلقات بتاعتي وبعد كده ايه؟ هصيب مسافة شطب منه على فكرة كممكن تخيطيها بايدكي مش تعملها مزلقات وبعد كده كأني هعمل غرزة سلسلة وقف بديت وتجيبي ابريتك بها ايه؟ وتشطب بها كده ايه؟ وتشطب البداية والنهاية كده خلصناها وازا ما قلت لك كممكن انت تخيطيها ازي كده ايه؟ البندانة شكلها حلوة اوي ومصبوطة هلنبس للمالكين او للرأس ووريها لك شكلها ايه؟ وبكده كون انتهينا من الفيديو بتاعنا او الشرح بتاعنا اتمنى يكون عجبكم بتنسيش تعملي لايك وشير للفيديو ازا كنت جديدة في القناة انا برحب بكي بقولك اهلا وسهلا نورتيني من فضلك دوسي على زر الاشتراك اسفل الفيديو وكمان افعالي زر الجرس عشاني وصلت اشعار بكل جديد انا بقدمه والى لقاء اخر في حلقة قادمة ان شاء الله